السلام عليكم. كديرين لبس عليكم. متمنى تكونوا على خير و بخير. اليوم ان شاء الله سوف نصوب معكم هذا الطرطة بالكريمة و الكيكة بالكريمة في الفران. اه كتجي على هاتشكل هادا كيفما كتشوفوها هائلة. هانتوما تبعوا معي المقادير و ان شاء الله سوفوها في ديوركم. بسم الله هنا هي المقادير عندي غادي نقسم مقادير على جوج. عندي هنا المقادير العجينة والمقادير الكريمة. هادو المقادير الكريمة وهادو 200 جرام دقيق 50 جرام سكر 80 جرام زبدم دوبة و 3 دلبيضات و معلقة صغيرة ديال الخمارة هنا بالنسبة للكريمة 400 جرام ديال يوغرت و 50 جرام دقيق و 80 جرام ديال سكر و هنا يا حمضة ولا ليمونة محكوكة قشرة ديالة محكوكة هنا غادي نبدأ ندير نبدأ بالخالط ديال العجينة غادي نهزو ذيك البيضات نعزلو البيض البيض بوحده و صفر بوحده هنا يلا كانوا البيضات الكبار ديروه غير جوش هنا هاد البيض اللي عندي دابات صغير صغير بززاف ديالك شعليش درت ثلاثة هنا غادي نضيف اليوم هادك سكر اللي هي 70 جرام ديالسكر غنحاول نعود معاكم المقادر و غادي نبقى نخلط حتي تبدل اللون دياله كيف ما كاتشوفو رجع لها هاد شكل هاد فاش كنبقى نخلطو اذا بعض نزيد علي هادك الزبدة دايبة تكون باردة تكون دايبناها و باردة لحا ما تكونش باقي سخونة سوفو غادي نخلط عبتاني هاد المقادر بيناتهم مع بعضياتهم من البعض غادي نزيد شوية الدقيق ديالي غادي نبقى نزيد بشوية بشوية هنا الدقيق السو ضروري يكون مغربل و نزيد علي هادك معلقة ديال خمارة خمارة ديال حلوة هنا غادي نبقى نضيف الدقيق ديالي بشوية حتى نساليه 20 قرم ديال الدقيق باش نعود لكم مقادر هنا غادي نضير هاكا بيدي ولكن ما نحاولو منعجنوش العجينة نجمعوها زي ما تتجمع هنا عمقى و غير نرملوها غير رملوها بيدينا على هاد شكل هادا فالأخر فاشكالناده كنزيد عليها مع القاعة عامرة ديال الدقيق و كنحاولو ننفرتوها هاكا تكون مرملو سافي و كنخليوها على جنب و كنبدو ننصاوبو الكريمة ديالنا اللي هادا تكون في وسط الكيكا ديالنا هنا بالنسبة لخالط ديال ديال الكريمة عندي هاداك بيد البيض غادي نطربوها كم زيان و نزيد عليه وح شوية ديال عاصر الحامض ثمن مع القاعة صغيرة و داك السكار ثمانين جرام ديال السكار غادي نبقى غادي نبقى هنا غادي و انا كنخلط مزيان هاد البيض البيض حتى كيولي كريمة على هاد شكل هادا كيف ما كيبه لكم غادي نحيد الخلاط و غادي نجيب هاداك يوخرت و نبقى نزيد عليها شوية بشوية و انا كنخلط غاية بشوية هكا بش مك يتهرسننش هاداك بيض البيض هاداك كيكا كتجي سهلة و لديدة في نفس الوقت لديدة كتجي زوينة بحال هكا غادي نبقى مستمرة تنسى لي هاداك الخالي ديالي انا كيف ما قلكن عندي 400 قرام دياليوخرت و غادي نزيد عليهم البعض 50 قرام دياليوخرت فما بعد 50 قرام دياليوخرت انا غادي نضيف هاداك قشور حامضة و الالاي مونة لهم توافر لما كانش هاداك باني بلاست قشور حمضة ولكن هاد القشور حمضة يعطوهم واحد نسمى وينف شكل جودك وكتحسوا بها ديك الماضاق هنا هادين بقى نزيد عود تانية هادك الدقيق اللي كيكون غربل من قبل مش مكي يخلناش الكويرات في الخالي ديالنا وكن بقى نخلطوها هكا على هاد شكل تنسى لي خالي ديالي من البعد فاش كننسى لي هكا كيجي على هاد شكل دبا غادي نجيب المول فاش غادي ندر العجينة ديالي وغادي نجيب هادك الخاليط ديال العجينة اللي يدرس في اللول وغادي نضيف منه نص كبير يعني هنخليه وح شوية لهكا القياس اللي غادي يغطيلي لوجه الفوقاني صافع ذيك الطروفة الكبر كنحاولو نديرو هما هما لتحت وكنخليو هادك طريفة صغر كنديرلو هكا شوية وكنجيب واحد الكاس وكنبقى ندك هكا عليه هنا الكاسي للسق ديروه شوية في الدقيق وعاودو ديرو به كنبقى نبرك هكا عليه مزيان حتى كي يلسق مع بعضياتو وذيك الجنيبات كنخليوهم نخليو الجنب شوية طالعين ثمان ذيك سنتيم هكا سنتيم طالع مع الجنب يعني ما نقدوش كل شي مع الجنب نخليوه شوية طالع صافي مور هكا نجيبه ذيك الخلي ديال الكريمة وكنخويه هكا احته هو في المول كامل كنحاول نسرحو هنالا بغيتو اديرو جيكم الكيكا عالية اديرو غير المول يكون صغير انا هاد المول هدا في استو في استو وعشرين سنتيمتر اللي فيه يعني لا درتوه عالي غدي تجي الكيكا عالية الكريمة تكون عالية ولا درتوها باسعة تجي رقيقة على حسب صافي من البعد غدي نكمل هديك الخليط اللي بقالي ديال العجينة هكا كمقور الشو على وجه الكيكا كامل كنحاولو نغطي الكريمة ما تبقاش دبال كيف ما كيبال لكم على هاتش كل هادا غير قيقة تكون غير يلا كتغطى الكريمة وصافي من البعد كنديروه في الفران على مية وتمانين دراجة من البعد فاشكت طيب الكيكا ديالي كيف ما كتشوفو جت على هاتش كل مكتبرد على خطرة كنديروها في تلاجة كتجي هكا كيف ما كتشوفو كتجي زوينا مقرمشة هنا يمكن لكم تديرو سكر سكر بودرة سكر هكا كنديروها من الفقر اللي كيبغين كتجي زوينا حتى في المنظر واللي بغى زعم ما يزيد لها ذاك السكر يزين به انا حتى 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 فتت بها هكا قلت من ديالاش سكر كيف ما كتشوفو هنقطع هكا معاكم شوفوا هذيك الكريمة كيفاش كتجي من الداخل كما قلت لكم اكتطف الفران كل شي ما كتحتاجوش تديرو الكريمة بوحدة و الكيكا بوحدة هنتو ما هنتو ما كتما جات جزكت شهيب صحة و رحة وشكرا على المشاهدة ومع السلامة حتى الفيديو الماجي ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة